أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان الشقيق وذلك انطلاقا من دعم مصر الكامل لسودان في كل المجالات جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها رئيس السيسي في قصر الاتحادية مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانية حيث أشهد رئيس السيسي بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان معربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين لسيما على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء الشهد استعراض مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما فيها تطورات ملف سد النهضة حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنصيق المتبادل في هذا السياق خلال فترة مقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين من جانبه أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن التقدير العميق الذي تكونه السودان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي واعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين شكرا لكثير هل سانتي هل سانتي هل سانتي هم هل سانتي اشتركوا في القناة